اشتركوا في القناة ولماذا حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هرقل إثم ما حل بهم إن تولاه عن أمر الله تعالى ولم يسلم ما هو الأمر الذي دفع إمبراطور القستنطينية للاهتمام وإرسال مستكشفين وما حقيقة اختفائهم ولماذا حذف تاريخهم من كتاب تاريخ الكنيسة تعالوا بنا مشاهدين الكرام نأخذ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثال من أجل أن نرى هذا الوضوح ولكي نفهم ماذا تعني رسالة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملك أو زعيم من زعماء العالم لقد ظلت كلمة الأريسيين التي استعملها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في رسالته إلى هرقل عظيم الروم ظلت مجهولة ومحل تجاذبات إلى حد الساعة خاصة أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يستعمل كلمتي المسيحيين والنصارى وكثير من من بحثوا في كلمة الأريسيين نسبوها إلى الأبي آريوس المعروف بانشقاقه عن الكنيسة الكاثوليكية في القرن السابع من الميلاد كانت الدولة البيزنطية تعيش أجواء من المجون وذلك في عهد الإمبراطور المنتشي بنصره على دولة الفرس الساسانية وهو نصر عظيم جعل من هرقل شخصا عظيما في أعين الروم وجعل اسمه مقرونا مع اسم دوستانيان قستانطين الكبير قبل نزول الشريعة الإسلامية بثلاثمائة عام وتحديدا بعد منتصف القرن الثالث من الميلاد الموافق لعام 256 ولد طفل يدعى آريوس في قورينا وهو من أصل ليبي أمازيغي كان آريوس شابا زاهدا بتفكير عقلاني وتوجه ديني فقد توجه في بداية عمره إلى الإسكندرية في مصر ودرس الشريعة النصرانية في مدارسها الكبرى وتأثر بفكر القسيس أوريجين الذي كان متأثرا بالفكر الأفلاطوني ثم انتقل إلى أنطاكيا ودرس في مدارسها وتأثر بالفكر الأريستي على يد لوكيانوس الذي كان مؤمنا بوحدانية الله عز وجل فبدأ في طريق الكفاح لأجل نشر أفكار التوحيد لله تبارك وتعالى وعاد بعدها آريوس إلى الإسكندرية عاصمة ولاية مصر الرومانية في ذلك الوقت وأصبح شماسا وواعظا في كنائسها وهكذا ظهر آريوس أحد أشهر قساوسة النصرانية في عصره ما هي عقيدة آريوس النصرانية؟ تنص عقيدة التوحيد التي دعا إليها آريوس أن الله عز وجل واحد فرد غير مولود ولا يلد لا يشاركه شيء في ذاته تعالى وكل ما كان خارجا عن الله عز وجل إنما هو مخلوق من لا شيء حاول مقاومة فكرة ألوهية المسيح وأن الابن مساوي للأب التي بدأ يتداولها بعض رجال الكنيسة وقد أظهر آريوس مواقفه وآراءه في عهد بطريارك الإسكندرية أليكساندر الذي حاول مقاومة ما يطرحه آريوس يقول جون لوريمر من الواضح أن الدافع لآريوس هو الحفاظ على كمال الله الآب وسرمديته وألوهيته وفي الوقت نفسه نسب دورا هام للمسيح لبن يفرزه عن الآخرين على أن آريوس لم يستطع أن يقبل وجود تغيير أو انقسام من الأب الذي كان الجوهر النهائي وتنقل نصوص مجموعة الشرع الكنسي أن آريوس أنكر لاهوت المسيح وزعم أنه مخلوق من العدم وغير مساوي للآب في الجوهر وأنه لم يكن أزاليا وهو دون الرتبة الألوهية ويسمى مجازا ابن الله وحكمته وقوته فالمسيح والآب عند آريوس ليس في جوهر واحد والروح القدس عنده ولد من الكلمة وهو أقل ألوهية من الكلمة المسيح لبن نفسها إن أتباع آريوس كانوا إلى القرن الخامس الميلادي يشكلون مجموعة كبيرة فقرر أنصار الثالوث عقد مؤتمر في كالسيدون بآسيا الصغرى لرد مقالة الأريوسية ولإعادة تأكيد ألوهية عيسى لأن الأراء اختلفت وتضاربت والصراعات احتدمت بين مختلف الفرق ولم يقتنع جميع النصارى بألوهية عيسى عليه السلام وفي هذا المؤتمر تقرر عقيدة الصلب كأساس للديانة المسيحية أشارت الرسالة المحمدية إلى الأريسيين وهم إما أن يكونوا بسطاء الروم وضعفاءهم ومزارعيهم فيكون القصد في أن رئاسة الناس أمانة في عنق حاكمهم فإن أظلهم فسيبوء بذنوبهم لأن الناس على دين ملوكهم وكلمة الأريسيين فسرها معظمهم بالأكاريين أي الفلاحين وعلى هذا الأساس جعلوا معنى قول النبي فإن توليت فعليك إثم الأريسيين كما يلي وإن لم تدخل في الإسلام فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام وبعضهم قال الأريسيون العشاريون يعني أهل المكس وآخرون رأوا العبارة هكذا عليك إثم الفلاحين قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتاب التفسير ما نصه وحكى غيره أن الأريسيين ينسبون إلى عبد الله بن أريس رجل كانت النصارى تعظمه ابتدع في دينهم أشياء مخالفة لدين عيسى وذكر ابن حزم أن أتباع عبد الله بن أريس كانوا أهل مملكة هرقل وهكذا فرسالة النبي إلى هرقل تنطوي على دليل قاطع على أنه عليه السلام كان يدرك عندما بعث رسالته تلك أن كثيرين من المنضوين تحت إمبراطورية هرقل هم من الموحدين أتباع مذهب أريس ولذلك حمله مسؤولية الإثم الذي يترتب عليه إذا هو لم يسلم لأن عدم إسلامه سيحول دون إسلام رعيته وذكر اليعقوبي رحمه الله في كتابه تاريخ اليعقوبي أن هرقل لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب بقوله إلى أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشر به عيسى من قيصر ملك الروم إنه جاءني كتابك مع رسولك وإني أشهد أنك رسول الله نجدك عندنا في الإنجيل بشرنا بك عيسى بن مريم وإني دعوت الروم إلى أن يؤمنوا بك فأبوا ولو أطاعوني لكان خيرا لهم ولودت أني عندك فأخدمك وأغسل قدميك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ملكهم ما بقي كتابي عندهم هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته